نكملين في الحلقة الخامسة من انا عزماني عندكم يا طرح حنفطر فين وعندي مين وايه حنشوف مع بعض هو ده الاوطفت بتاعي النهاردة هي دي العباية ودي العباية من ورا ولكن سريعا كده قبل ما انطلق عايزة وريكو دي يا حلوة قوي وصلتني من موري كولكشن عم نللي سجادة حلوة قوي 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 باسمي سجادة صلاة باسمي حلوة قوي من موري كولكشن يلا بينا عشان نشوف النهاردة حروح عندي مين افتاري النهاردة كان عندي هدى انا اقدر اقول لكم واجزم ان هدى هي الفان رقم واحد عندي متابعاني من زمان جدا وقالتلي يا داني هتروح عندي الكل وانا الفان رقم واحد ما تجيليش قتال لا لا طبعا حاجيلك طبعا زحمة مش طبيعية وصلت عشر دقايق متأخرة وكنت مكسوفة من نفسي جدا 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 ابتدينا طبعا اول حاجة كنت انا وهي ومي بنتها فابتدينا بالخشاف وبصوا يعني حبيب بتقلبي كانت عاملالي حمام وعملالي مكارونا وعملالي طبعا كرم شمال وعملالي عامل بشمال ومنبارة كنت شايفة في الفيديوهات ان انا بقول ان انا راحب بالمنبار وفرخمش شوية وصلتة وابتدينا طبعا بالخشاف دي كانت قلب بداية وكان طعمه حلوة قوي وانا كنت عطشانة 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 وبعد كده دخلت على المنبارة على طول انا لسه يعني هعمل حاجة يعني على طول كده وبعد كده المكارونا البشاميل كانت رائعة بجد تسلم ايديها لكن الاحلى من ده كله بعيدا عن ان الاكل كان رائع قعدتها لاتومال زي السكر حتة سكر ودي كانت اول حمامية بقى من اول رمضان افتتحت الحمام بقى في اول من اول رمضان عاملهولي بالفريك والكبدة والقوانس يعني حاجة يا ربي صفرة طبعا دايما وعدنا بقى اتكلمنا نوهية وتكلمني ازاي هي جات من بورسعيد هي اصلا من بورسعيد وحياتها جوة قاهرة وربنا يخليلها ولادها عندها ولدين محمد ومحمود والامر ميل اللي هتشوفوها دلوقتي كمان معنا في الفيديو اللي كانت اصلا بتصورنا يا حبيبة قلبي وعن حياتها كلها والولاد وكل واحد فيهم وكان بيعمل ايه يعني حديث شايق وازاي متابعتها ليه على السوشيل ميديا ومتابعة كل حاجة وبعد كده قعدنا كتعملالي كنافة بقى وجلاج مش عايزة اقول لكم روعة روعة فشر احلى مطعم حلويات في الدنيا وهنا ميوية وهي بتقطع لي اكبر حتة في الكوكب افضلوا على فوني كده يا جماعة مش عايزة اقول لكم الكنافة كانت عمها حلو قد ايه بجد تحفة 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 تسلم ايديك يا هودا بجد شكرا للدعوة شكرا لوجودي معاك وشكرا للزاستك وخفت دمك انا سعيدة جدا ان انا بقابلكو سعيدة جدا ان انا بقعد معاكو يعني الاهمية انا بالنسبة لي اهمية كل الحكاية دي ان انا بتعرف عليكو وجها لوجه بنقعد بنتكلم بنفتح مواضيع بنسمع لبعض كناس عادية حقيقية بعيدا عن اي تكلف بعيدا عن اي فلاتر بعيدا عن العالم الافتراضي انا كل اللي همني من اللي انا بعمله ده ان احنا نعيش لحظة حقيقية مع بعض مش لحظة افتراضية فبجد يا هودا انا مش عارفة اقولك ايه يعني شكرا لاستضافتك الجميلة اتبسطت جدا انت عرفت عليك النهاردة واستنوني في افطار جديد في انا عزماني عندكو شكرا لكم